نجوف أول إكزامبل بيقول طيب ده من الأسئلة السهلة والتي تعودنا نحن نتعامل معها في الموضوع ده طيب الدنيا مشي فيه زي المفروض أن الوقتي لما يكون فيه عنده كيرف والكيرف ده فيه point بتتحرك عليه الpoint دي لو كانت بتتحرك على الكيرف بسرعة معينة ولتكن مثلا v الpoint وهي بتتحرك بيبقى لها اتنين projection على ال x axis وال y axis الpoint تتحرك على الكيرف بسرعة ال x projection بتاعها بيتحرك هو كمان بسرعة مختلفة عن السرعة للpoint بتتحرك بي على الكيرف وكمان ال y وإحنا اتفقنا أن أي derivative with respect to time يعتبر rate of change بتاعت الحركة دي بالنسبة للtime يبقى دلوقتي أنا عندي point بتتحرك ال projection بتاعها على ال x axis هو كمان بيتحرك بسرعة ال projection بتاعها على ال y axis بيتحرك برضو بسرعة تاني طيب المعلومات اللي عندي ايه؟ عندي الرول اللي بتحكم الكيرف أو اللي بترسم الكيرف اللي هي y squared plus x squared plus 2x equal 7 طيب ايه هو dx by dt equal 3؟ يعني الرate of change بتاع projection of the point على ال x axis هو 3 ممكن يبقى 3 meter per second 3 kilometer per hour it depends حسب السرعة اللي هو بتحرك بيها أو اليونت اللي انت بتستخدمها طيب جميل جدا ايه المطلوب عاوز الرate of change of y coordinate with respect to time يعني ببساطة هو محتاج dy by dt فيه معلومة كمان هو بيتكلم عنها عايز الموضوع ده أو الرate of change بتاع ال projection y للكيرف أو ال point يتحرك على الكيرف عند ال point 1 و 2 طيب طالما الموضوع فيه dx by dt وإحنا محتاجين dy by dt يبقى لازم يكون فيه عندنا الحاجة اللي دايما بنستخدمها ان احنا هناخد derivative with respect to time y squared plus x squared plus 2x equal 7 لما اعمل derivative with respect to time لكل element فيهم ال y squared زي ما اتفقنا هننزل ال power قدام ونقص من ال power 1 تبقى 2y بس خد بالك انت مش بتعمل derivative with respect to y انت بتعمل derivative with respect to time يبقى ما تنساش تعمل dy by dt ده بالنسبة لل y squared طيب ال x squared ده هتبقى عاملة ازاي لما نعمل لها derivative with respect to time هتبقى 2x dx by dt بالنسبة لل 2x هتبقى 2 dx by dt 7 ده constant مهما هتعمل اي rate of change بتاع اي variable يعني ده derivative بالنسبة لل x او t او y لازم هيطلع 0 يبقى الكلام اللي احنا قلناه ده هيبقى عبارة عن ايه 2y dy by dt plus 2x dx by dt plus 2 dx by dt equal 0 اول ما توصل للمرحلة دي للسؤال تبدأ تدور تشوف ايه الحاجات الجيفن اللي موجودة عندك وايه هو المطلوب وهل الجيفن مكفي كل اللي موجودة عندك في ال relations ولا لا؟